موسيقى ده برضو كتير محتاجة تندمج محتاجة انسجام مع بعض في التيم فلسه يعني من الصعب جدا انك تحكم على مدرب من ماتش او اتنين وعشان كده احنا تقييمنا بيبقى غلط خاطئ في كل الاحيان تقييمنا المدرب بيبقى خاطئ جدا جدا يعني احنا بنستعجل في الحكم عليه وان احنا ما بندلوش الوقت الكافي عشان يقدر يطبع فكره على اللعيبة وشغله يباين بشكل كويس احتاج وقت كبير جدا يعني بنظرة المدير الفني المتمرس والخبير هل في تفاصيل فنية يقدر جمهور الزمالك ياخدها من جوزي جميز مثلا التحسن الدفاعي من الفريق ما بيخشش فيه اهداف الفترة اللي فاتت كتير زي الاول هل دي حاجات تباين لكابتن حلم توران ولا لسه برضو لا لسه الكلام ده لسه بدري عجيب وبدري سابق لقوانه فعلا التدريب ده محتاج مشوار طويل يعني مش اي عشوائية ولا اي كلام لا عشان احكم عن الراجل ده ضرورة دي له وقته كافي من جميع النواحي اذا كان الجانب الدفاعي اللي انت بتقول عليه تحسن من اسبوعين ما حدش يعني يقدر يقول كده الاستحواز والجماعية في الاداء كان واضحة النهاردة بشكل كويس يعني لكن برضو ما اقدرش ادي له ما اقدرش احكم عليه حكم منصف ولا موضوع لا يمكن طيب الصفقات الجيهة كابتن حلمي بوجهة نظرك مين الصفقة اللي نادي الزمالك كان محتاجها اكتر يعني اللعيب ده فعلا الزمالك كان محتاجه لو ظهر بمظهر جيد وكان موفق يفرق مع الزمالك جدا هو ما فيش شك عبدالله السعيد وناصر ماهر دول صفقتين كويسين قوي لكن كان واضح النهاردة بشكل كبير جدا ان هما لسه برضو ما نسجموش قوي لسه ما طلعوش اللي عندهم وعندهم كتير وعبدالله عنده كتير جدا وحيفيد فريقنا حتى بالرغم من تقدمه في سن كابتن حلمي يعني السن ما بقاش عامل اساسي طبعا هو كريستيان ومثلا مع الاختلاف طبعا واصل لسن كبير جدا هو وميسي يعني لكن بيده وبيقديه طالما ان فيه جهد بيبذل في الملعب ضروري ندي الفرصة وضال ولما يكون فيه جهد واضح ومجهود بيبذل وتركيز عالي في الملعب ليه لا صحيح اه طبعا يعني المركز اللي حاج بتشوف ان الزمالك محتاجه في انتخلات الصفة كابتن حلمي ايه احنا محتاجين باكين ومحتاجين سرد باكين باك يمين وباك شمال وسرد باكين دي المركز المهم مفيش كلام انت النهاردة في الشوط الاول الجابهة اليمين كانت عجزة تماما لان اللي بيلعب في الباك اليمين مش باك يمين اساسا باك يمين اساسا باك سرد باك باك ليفت والباك رايت دول مفاتيح لابة اساسيين لكل تيم في العالم ايه فانت ما عندكش باك رايت صحيح فيعني انت محتاج باك رايت اه على مستوى عالي محتاج باك ليفت وسرد باكين على مستوى عالي وسرد باكين دول الاساس اللي انت محتاجهم اه بشكل كبير يعني بذكر عمر جابر كابتن حلمي هل حاج بتشوف ان هو واحد من اللعيبة اللي تظلمت شوء الفترة اللي فاتت في انتقادات ممكن ما كانش يستحقها اه عمر عمر لعيب كويس قوي ولعيب هايل وبيجيد في اكتر من مكان وضروري نصبر عليه يعني برضو وابعد عن نتزة مالك فترة كبيرة ولسه راجع فيعني نديله فرصة ونصبر عليه يعني فيش شك حددك كابتن حلمي واحد من اكتر المدير الفنين اللي بيعرف يطلع من اللعيبة احسن نسخة ليهم حتى بساعات بتعمل تعديل في المراكز كده محدش يتوقعه وطبعا اول مثال فيجي في زهني وازان الناس كلها محمد شريف مفيش شك مين اللعيب اللي بوا الزمالك اللي انت شايف ان لو مركزه تغير لو التاكتك او استخدام المدير الفني ليه بتاكتك مختلف ممكن يطلع منه نسخة مختلفة وعبدالله السعيد طبعا لعيب مميز جدا لان احنا شوفنا مثلا النهاردة الجوزيجو ميز بيستغل نصر مهر في بداية اللقاء في النحت شمال او نحت شمال انا شايف ان عبدالله السعيد لو لعب تحت رأس الحربة كمركز اساسي اعتقد انه حيفيد اكتر لانه على الجول كويس قوي رجله تصوباته قوية جدا اه حيقدر يوصل ويبقى قريب من المنطقة ديت حيفيد بشكل كبير جدا لنتزة مالك ايه يعني ده يعني مش بلاي مكر يبقى تسعة ونصر اكتنه مهاجم تاني بالزبط اه بالزبط يبقى في الحتة دي تستغل انه ما يبقاش فيه مساحة جاري وفي نفس الوقت ما يسقطش كتير ونهارده كانت مشكلة كبيرة جدا انه هو وناصر ماهر يسقطه كتير جدا لتحت صحيح اه عشان يستلموا الكورة وبالتالي ما فيش كسافة هجومية وما فيش ضغطه هجومي قدام على المدافعين كانوا مسترياحين جدا ايه الشوت التاني تعدلت ولذلك كان فيه كسافة هجومية اكتر وكان فيه ضغطه هجومي اكتر لنتزة مالك الاستخدام الامثل لناصر ماهر فينا كابتان حلم ناصر ماهر يعني نفس البيتبات بتاع عبدالله اه يعني انا شايف ان ناصر ماهر نفس البيتبات بتاع عبدالله بجد يعني هيجيده جدا الاتنين في المكان ده هوت الوقت تحت راس الحرب انا شايف ان ده المكان المناسب لهم الاتنين يعني بتشوف اقدرة الزمالكي جيها ازاي كابتان حلم بعد النهاردة سدد غرامة كهرباء وحلهم لمشاكل كتير مش الفلوس دي كمنا أولا نستثمرها في النادي بدأ من نتفحها في غرامات تانية طبعا لا هم جوم في ظروف صعبة جدا يعني النادي يعني مدمر النادي تم تدميره أخلاقيا وماديا وفنيا فبالتالي تارك صعب جدا أي حد يقدر يتحملها هم جوم في ظروف صعبة جدا الحقيقة يعني وبعدهم كلهم من ولاد النادي كلهم لعيب أكبار أذا كان في الهندبول أذا كان حسين السيد في حراسة مرمى الزمالك لا في ناس ناس على مستوى عالي جدا وعارفين قيمة النادي وعارفين ما هنت لما تكون ابن البيت هتبقى عارف قيمته وعارف قدراته وعارف تاريخه وعارف كل تفاصيله صحيح غير لما تكون جاي من بره يعني فالوضع بيختلف يعني الناس زياد طبعا عملت جهد كبير جدا في ياك في ياك في انه هم خلصوا مشكلة القيد صحيح دي 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 كبيره جدا دي هايلة جدا 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 يعني واعتقد ان الفلوس اللي دخلت لهم من كهربا دية برضو حد سعيتهم بشكل جدا في دفع جرامات تانية لكن انا اتمنى ان يكون فيه تدقيق في الاختيارات اختيارات اللعيبة يكون فيها تدقيق أنا ما خليش حد لمجرد أنه هو بيدخل على الكمبيوتر وبيعمل سيستم للاختيار لا مش هو ده في حاجة اسمها كوتش آي كوتش آي دي مهمة جدا في الاختيار يعني دي أفضل ده المدرب الكويس أوي هو اللي بيختار كويس أوي على فكرة عندك اعتراض على الصفقات اللي عملها زمالك في انتقالات يناير في بعضها أنا عند اعتراض عليها في بعض الصفقات مش هقولها طبعا لكن في اعتراضات على البعض في مغالاة في صفقة من الصفقات بشكل غير عادي يعني أعتقد أن بعض الحاجات لكن أنا عزرهم عزرهم لأن برضو مستعجلين عايزين برضو يرضو الجمهور عايزين يجيبوا عناصر التصرع برضو مش حلو في الحاجات دي المفروض الانتقاء ده حاجة مهمة جدا مزبوط يعني ومش أي حد بيختار على فكرة يعني فعلا مش أي حد يقدر يختار اللعيب الجيد اللي يناسب نادز الزمالك زياد كمال واحد من اللعيبك كابتن حلم اللي طلوه على أديك يعني وجددوا تعقدهم في إمتي على إيد حضرتك بتشوف زياد كمال صفقة مفيدة للزمالك وخط وسط الزمالك؟ لعيب كويس جدا وولد صغير أنا ملعبه هو 17 سنة على فكرة واحد قد كان قدام الزمالك كان قاول باتش اللي كان قدام الزمالك هو عبدالله عادل فلعيب كويس لكن المبلغ اللي ادفع فيه مبالغ فيه بشكل جيد ده اللعيب اللي حاجة تقصد من المبلغ جدا وخصوصا أن أنا مشتري يعني أنا أدفع إعارة 30 مليون يعني حاجة ما حصلتش في التاريخ ما حصلتش خالص مش فتياش قبل كده أن أنا أدفع 30 مليون في لعيب لمجرد أنه هو إعارة سنتين ونص ومن حق النادي بتاعه أنه يبيعه في أي وقت يعني أنا مش عارف كفنيات يقدر يزبط نفسه كابتان حلمي كلعيب أساسي في الزمالك يلعب على كل الناس اللي موجودة يلعب مركز ستة كويس عنده الشخصية اللي يشيل بيها فنالة ريز زمالك آه لعيب كويس وعلى المستوى بقى الأخلاق والانتزام لا لا ده ولد هايلي حاجة بتهتم لديها نمرة واحد ولد هايلي يعني الحقيقة يعني على المستوى الخلقي رجل ولد محترم جدا جدا يعني مشكلة المهاجم في نادي الزمالك بقالها فترة وأرقام سيفك دين الجزيري لما تيجي بص عليها كابتان حلمي اللي هو المنفروض المهاجم من المرواح حيد اللي هو المحترف مهاش أفضل حاجة لو حالك موجود دلوقتي ما كان جوزيجو ميز تعتمد على مين على الجزيري ولا على ناصر منسي لا ناصر منسي ناصر منسي آه أنا اعتمد على ناصر منسي بس الزمالك بيستحق مهاجم أفضل من كده بكتير يعني يعني مهم جدا إن يكون عندنا رص حربة مميز جدا 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 في نادي زمالك لو رحنا بقى للنادي الأهلي يا كابتان حلمي تقييمك للفترة الأخيرة ما بين التباين اللي موجود لقاء في دوري أبطال أفريقيا ما كانش أفضل حاجة بالرغم من فوز الأهلي قدام مديامة واحد سفر بره أرضه أيها وبعد كده أداء مبهر وسينفونية قدام البلدية التباين ده طبيعي؟ وضع طبيعي بيختلف الأداء من ماتش للتاني طبقا لقوة التيم اللي أنت بتلعبه وضع طبيعي جدا إن الوضع بيختلف تبع قوة الفريق اللي أنا بلعبه وتبع أهمية المباراة وأهمية البطولة فطبعا الكرة في أفريقيا بتتطور بشكل كبير جدا وشوفنا البطولة الأخيرة للمنتخبات يعني في فرق ما كناش نسمع عليها خالص بقال لها باعة طويل جدا واسم كبير جدا في البطولة اللي فاتت دي وعلمت بشكل كبير جدا في البطولة اللي فاتت دي فالتطور سريع جدا في الكرة الأفريقية الحقيقة وأنا شايف إن الناد الأهلي ماشي كويس جدا في البطولة الأفريقية كمان في الدوري عامل ماتش كبير الماتش قدام البلدية لا الناد الأهلي عنده بدل التيم اتنين وثلاثة عايز زخرك بقى الحاجة عامة شوية وأرجع تاني لأهلي كابتن حلمي تحك من المدير الفنين اللي بيفرق معهم جدا لعيبة الصغيرة وعنده جرقة كبيرة جدا إن انت عادي لو لعيب كويس 16 سنة يلعب 17 سنة يلعب ما عندكش مش هو دي حاجة ندرة بقيت دلوقتي يعني الناس بتشيد بمدرب ليفر بول عشان أشرك مجموعة أنا مطلع 13 ناشئ كانوا بلعبوا 8 منهم أساسين في امبي صح صح يعني وكانوا بيقدوا في شكل كويس جدا يعني 13 لعب مسجلين إيه السبب بقى كابتن حلمي إن إحنا ما بقناش يعني لما ترجح لك بالذكرة كده الورا هتلاقي إن نجوم مصر كلها لعب وأساسين في أهلي وزمالك تحديدا 16 و17 و18 السنين الأخيرة ده تقريبا مش موجود هل المشكلة إن إحنا ما عندناش ناشئين كويسين ولا ما عندناش مديرين فنين ألبهم جامد بص أنا حاولي لحظتك على حاجة التجربة بتاعتي التجربة بتاعتي أنا في امبي كان فيه مشروع اتفقت مع الإدارة ومع رئيس الشركة على هذا المشروع الإمكانيات بدأت تقل في امبي المبالغ الفلوس بدأت تقل والإمكانيات المادية ما بقتش زي الأول فبالتالي ضرورة تبص خارج السندوق صحيح فأنا اتفقت معهم وقلت لهم لو حتسندوني أنا في خلال ثلاث سنين هخلي التيم بتاع امبي كله من ولاد النادي من قطاع الناشئين أي قالوا لي إحنا معاك وجوهد وإحنا معاك أول سنة طلعت حوالي ثلاث لعبين منهم عبدالله وزياد وثاني سنة طلعت 13 ناشئ سجلتهم مشيت 17 لاعب من الأدام وحطيت مكانهم 13 لاعب من قطاع الناشئين وكان فيه مجموعة تانية طلعت آخر سنة معايا ثلاثة أربع لعيبة كده تاني من تحت 16 ومن تحت 18 فوصل حوالي 17 لاعب اللعبة اللي بتتمرن معايا من قطاع الناشئين منهم 13 كانوا مسجلين في القايمة بشكل أساسي طبعا إحنا بيعنا 17 لاعب بمبلغ كبير واللعبة دي أصبحت مبلغة قليلة جدا يعني كله ما كانش بياخد 5-6 مليون 13-14 لاعب فكانت تجربة في غاية الجمال تمييز بالصراحة وفي غاية التمييز وفي نفس وقت ماشي في الدوري وماشي في الدوري بقى باخد سادس كل سنة وبعد ما كان بقاله 4-5 سنين النادي بيهبط كل سنة يعني أنا واخده الأخير بعد 5 ماتشات أنا واخده الأخير فقدرنا نوصل للمركز السادس تاني سنة نفس الحكاية فالعملية بترجع للإدارة أنها تكون متفاهمة الدور اللي أنت هتعمله أيه والمشروع اللي أنت عمله وتسندك فيه وتسندك فيه دي مهم جدا جدا تاني حاجة جرأت المدير الفني أنه يقدر يشرك اللعبة دي ها يعني أنا أنا جيه عليها وقت في 8 لعبة أساسيين من قطاع النشئين بيلعبوا في اللعبة أيها فاكر أنا المرحلة دي بلعب بيراميدز في بيراميدز وتمانية بيلعبوا أساسيين في التيم وبيراميدز يتعدل معايا في واحد واحد في الآخر خالص فيعني كانت تجربة مميزة جدا لأن الإدارة بتساند الإدارة فاهمة كويس قوي اللي إحنا بنعمله وبتساند على هذا الأساس لأنه فيه اتفاق مسبق معهم كمان الجهاز التدريبي المفروض يكون عنده الجرأة دي صحيح لكن أنا يعني لأن ديال كبيرة ما تستحملش الكلام ده أنت تعمل الكلام ده في فرق صغيرة شوية لكن نادي زي الزماني واحد اتنين بكتير من أكتر على الأكثر يعني ده هو ده لكن صعب جدا أنك تدفع بخمس ست لعيبة وانت بتنفس على الدور أو بتنفس في أفريقيا صعب جدا نكملين كلامنا مع عضفنا العزيز ونجمينا الكبير النهاردة كابتن حلمي تولون بعد الفاصل خليكم معنا بنرحب بحضراتكم مرة تانية كابتن حلمي رأيك إيه في وسامة أبو علي مهاجم الأهل الجديد طبعا ما أقدرش برضه يعني كويس جدا نسجل في أول ماتش لكن برضه لسه ما نقدرش نحكم عليه من أول ماتش يعني نقدرون نديله وقت يعني عشان نحكم عليه حكم موضوعي وحكم جيد إمام عشور هل وصل للنسخة وللفور للفورمة اللي كان موجود فيها مع الزمالك أو علي عنها أو قل عنها أو تقريبا يعني وصل لنفس الفورمة كان مهم جدا في نادي الزمالك وكان بيقدي بشكل رائع جدا مع نادي الزمالك واعتقد أن نفس الفورمة مع النادي الآلي بحيث أن حاجة بتشوف إمام واحد من أجمد لأ طبعا ده ما فيش شك يعني ده لعيب سوبر في نص الملعب بتشوفه أحسن عيب خط وسط في مصر ركبتان حلمي؟ بالزبط كده بلا جدال نا طبعا ما فيش شك رأيك إيه في تعامل كل ركبتان حلمي مع كهربا بعد القصة الأخيرة وعدم سفره واستبعاده فنيا لكهربا وكهربا مش موجود بكرة في قيمة أعتقد أن ده يعني أسلوب جايد جدا من الراجل يعني ايه انت رأي فضلت أنك تقعد وفضلت أنك تحضر فرح وزمالك بيكفحوا في أفريقيا وبالعبوا متشات صعبة جدا في أفريقيا وانت مش موجود وكسبوا ورجعوا هنا وكسبوا فيعني درس درس كبير يعني جامد جدا من المدير الفني لكهربا والكل اللعيب على فكرة مش لكهربا بس بتبقى رسالة كابتان حلمي من المدير الفني؟ ده ما فيش شك وعلى فكرة أنا عارف أن العلاقة جيدة جدا بينه وبينه كهربا لكن دي حاجة ودي حاجة بتحافظ على الحب والاحترام في نفس الوقت ابني وبعقبه ابني وبديله درس هو كده بمناسبة ابني بقى اتفاضح وبمناسبة واحد من العيبة الصغارين احنا كنا لسه نتكلف قبل الفاصل ان هما ما بقوش ياخدوا فرص مصطفى شبير والتقلق اللي عام له مصطفى شبير الفترة اللي فاترأي حاج فيه ايه؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله يعني ميزة مصطفى ان عنده شخصية ايه وعنده المنتاليتي بتاعه قوي صحيح ما بيتأثرش بسهولة وديت ديت هتخليه حاجة كبيرة جدا قدام وانا شايف انه انه هو قادر على حماية مرمى النادي الاهلي السنوات اللي جاية كلها ومش كده بس لا ده منتخب مصر قريب يعني تتوقع ان يكون موجود في المعسكر جاية منتخب مصر يعني انا لو مدرب منتخب حاخده طب بمناسبة مدرب المنتخب رأيحك ايه بتاعين كابتن حسام حاسم يعني انا يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير لاني انا ليه رأي ورأي واضح جدا وقلته قبل كده فانا مش عايز اعيده تاني يعني اي بتشوف فيه مدرين فنين مصريين كابتن حلمي استحققوا تدريب منتخب مصر دلوقتي لا دلوقتي لا ما فيش حد خلص بتفضل مدير الفن الاجنابي ما فيش شك بس مدير فن اجنابي يكون اختياره بعناية اي مش اختيار عشوائي اختياره بعناية وفيه مصطرة للاختيار ضروري اطبق اطبق الاختيار على المصطرة دي اي وضروري يعني ما كنتش مؤيد لبيتوريا يا كابتن حلمي بالعكس انا كنت شايف انه هو بيقد بشكل كويس والمنتخب شكله تغير معاه وابقى ليه شكله هجومي حتى في كاس الامم؟ لا كاس الامم فاجئني اي يعني انا في الماتشات الرسمية اللي كانت قابل والماتشات الودية انا شايف انه كان فيه تطور في اداء المنتخب بشكل كبير جدا على الجانب الهجومي كمان لان احنا السنوات السابقة كنا بنعاني من نضرة في الكسافة الهجومية وحجم الوصول لمرمى المنافس لكن انا مع مستر فيتوريا كنت شايف ان المنتخب بقى ليه انياب هجومية بقى ليه تواجد هجومي بشكل كبير جدا وكسافة هجومية وحجم الوصول كان كبير جدا جدا لكن انا فجئت بالاداء في افريقيا كان مخيب الامال بشكل كبير رجوعا بقى الاهلي تاني او مرة تانية كابتن حلمي محمد عبد المنعم مفيش اختلاف ان هو اجمد مساك في مصر وعنده كورة ما بيجيش كتير لمدافعين ولكن كتير من الناس بيعيب عليه وبينتقدوا في حتة ثقة زي ده انه هو بيبقى عايز يعمل حاجة زيادة انا كمان مع الناس دي انت مع الناس دي كابتن حلمي كمدير فني بتعمل معاه ازاي لا ده محمد طبعا من احسن السردباكات اللي جات مصر طبعا هو والوينش والوينش اه ما ننساش الوينش صحيح اه الوينش كمان من السردباكات الرائعة يعني نظبوط اللي جات مصر ربنا يشفيه يعني ربنا يشفيه ربنا يشفيه ربنا يشفيه لكن محمد عبد المنعم لعب لعب هايل بجد فيه مميزات رائعة تايمينج محترم جدا اه 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 في توقيت هايل جدا اه محدش بيقدر يرقصه محدش يقدر يعدي منه واحد على واحد لا مميزات السردباك هايل يعني بجد يعني اه هو طبعا بيبقى محتاج اه محتاج دايما كلام محتاج دايما تنبيهات محتاج دايما المدير الفني بتاعه يقول له ان ده يتسبب في كذا وان الزيادة في المراوغة حيتسبب في كذا وانا ما عندي استعداد يحصل كذا وضروري يواجهه وضروري يكلمه وضروري يشرح له المشكلة عندنا المشكلة عندنا في اللعيبة بتاعتنا المنتاليتي صحيح هي دي المشكلة صحيح عايزة اخط حاج بقى اليوم نركب كده قطر الزمن ونطلع اليوم تمانية مارس الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر ايه بتشوف بشكل عام قبل ما نخش في التفاصيل الكابتر حلمي مين اللي لأفضلية الفنية طبقا اللي احنا شايفينه دلوقتي لا انا هقولك بمنتهى الامانة يعني طبقا للواقع ايه طبعا النادي الاهلي نادي مستقر ايه مستقر إداريا مستقر فنيا عنده لعبته موجودة كلها يضف واحد او اتنين لكن عنده المجموعة كلها موجودة بقالها سنين ففيه جماعية فيه تفاهم فيه انسجام بينهم اه تيجي المدير الفني موجود بقاله سنتين معاهم تيجي لنادي زمالك المدير الفني لسه جابها لأسبوعين مجموعة من اللعيبة جديدة انضمت للفريق محتاجة وقت عشان تنسجم صحيح محتاجة وقت عشان يبقى فيه آآ جماعية اكتر وانسجام اكتر آآ ادارة جديدة لسه جاية برضو آآ فيه مشاكل كتيرة كانت موجودة بدأت تتحل آآ اعتقد ان الوضع مختلف تماما كيف يعني وضع الاهل مختلف فيه استقرار عكس نادي الزمالك في الفترة السابقة آآ وبيحاول الادارة بتحاول يبقى فيه استقرار وحاول يبقى فيه تعافي من المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده لو مكان جميزة يا كابتن حيلمي تتدي بعواد ولا صبحي لا اما انا مش مكان جميز لا بس عاك سيدي المدربين يعني مش مكان جميز فانا يعني مش معاه في الملعب عشان اقدر اقول لك ايه بس عاك قلتلي مثلا في الفيرود قلتلي ناصر مانسي اه ناصر مانسي بلا جدال الحرس المرمى حاس ان هي يعني صبحي كويس ماشي كويس وعواد برضو الاتنين كويسين جدا اي حد فيهم يلعب يعني ايه يعني اي يعني الاتنين ممكن اي حد اختاره يلعب في الماتش لعيب زي شيكبالة بخبراته العريضة والكبيرة وفنياته الكبيرة جدا دي تبتدي بماتش زي دا كابتن حلمي انا اخليه معايا ورقة ربحة خليه معاك ورقة ربحة طبعا وشكبالة بيفرق جامد جدا اي يعني شكبالة من اللعيبة اللي بتنزل بتعمل الفارق تماما ام يعني انا اديله الشوت التاني اه حيفرق جامد معنات زي مالك كتير من جمهور الزي مالك بيتمنى ان رمضان صبح يكون لعف رادي الزي مالك السنة الجاي هل رمضان صبح بالنسبة لحضرتك يبقى اضافه لليل زي مالك ما فيش شك رمضان لعيب كبير ولعيب مميز جدا لكن انا عندي زحمة جدا في المكان دا يعني اصبح بقى فيه زحمة جدا يعني شايف ان زيك مش في احتياج لي يعني انا شايف ان فيه مصطفى شعلبي فيه ناصر مهر بيلعب في المكان دا يعني حيجي قاعد النازية رمضان رمضان لعيب كبير يعني واي مكان يروحه يبقى مفيد ليه يعني اي لكن مش عارف يعني طب هتعمل ايه في الناس اللي موجودة التاني يعني تمام يعني دي عملية محتاجة محتاجة دراسة يعني نروح مع حراك العدد التنازولي بعض الاسئلة وحاجة تجاوب عليها اجابة كلس الف وعشر سوائل فضل يلا بينا هل توافق كابتن حلمي على تولي اي منصب داخل نادي زمالك حاليا لا انا يعني نادي زمالك دلوقتي انا يعني بعيد تماما السؤال اللي بعد كده ليه رفضتك كابتن حلمي تادي منتخب القلومبي عشان دي مرحلة انا مرت بيها قبل كده ودربت المنتخب القلومبي ولو الفترة بسيطة اي يعني مش عايزة اتكلم في النقطة دية عارف ليه بس يعني عارف ابراهيم يعني لا يعني انا مش عايزة اتكلم فيها لان انا يكفي ان انا اقول لك ان انا دي مرحلة حاسك ان انت لم تقدر بالشكل الذي يليق باسم كابتن حلمي تولان يعني ده كان السبب اه يعني طيب هل تشعر بالحزن كابتن حلمي لعدم ترشيحك لدريب منتخب مصر خالص ده دي كارسة يعني تدريب منتخب مصر هو طبعا بس شرف كبير اه شرف لاي حد وشرف لكن انت بمية وعشرة مليون بيبقوا ضدك ومية وعشرة مليون حيشتموك محللين حيشتموك اه ده غير احنا كمان بقى كابتن حلم غيركم بقى واستوديوات تحليم نصيحة لحساب حسن مع المنتخب كابتن حلم انا مش في موقف قد نصايح لحد يعني السؤال اللي بعدك كده محترف وجهة نظر حضرتك لان ينضم لقايمة المنتخب مع حسام حسن لان في كلام ان اني احتمال كبير ما يكونش موجود المعسكر اللي جاي اه وبرضو وجهة نظر يعني وتحترم نعم وجهة نظر تحترم وجهة نظر تحترم انت شايف يا كابتن حلم ان في بعض المحترفين ما يستحقوش التواجد خلال الفترة اللي جاية ايوه تماني مين الانسب لحراسة مرمى منتخب مصر في ظل غيب محمد الشنوى كابتن حلم الوضع الحالي بالاداء الحالي كل حراس مصطفى الشوبير مصطفى الشوبير السؤال اللي بعد كده اه 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 افضل لعب في مصر حالينا كابتن حلم زيزو زيزو بلا جدلوة بلا نقاش حكي ما خدتش ثانية للتفكير ايوه من اللعيب اللي حكي تحبوه ما كابتن حلم جدا اولا لعيب يعني مفيش راغي مفيش راغي لعيب بيقدي مبيبخالش بجهد وبيطلع كل اللي عنده في كل الماتشات اعتقد ان ده مريح لكل المدربين صحيح وبيحظم باحترام وحبه وتدير كل الجماهير مهاجم الاهلي الانسب في نهاية كاس مصر كابتن حلم اه اكيد اكيد حيلعب اللاعب الجديد الفلسطيني وسامة بوعد كابتن حلم يشرفتنا ونورتنا وداما بنعتز وبنتشرف وجود حاكم معي الله يخليك انا سعيد ان انا كنت معاك انا اسعد شكرا جزيلا لحضرتك بعد الفاصل محمد خليفة واحمد عيدي خليكم معنا